موقف السخيفة اللي اتعرضت لها يا مارو السخيفة هو اول مرة اشتغلت في بنزينة ركزت مع عربيتين يعني اكتر عربيتين ركزوا في طماغي هي اول عربية واخر عربية ما وانتها اول عربية لانه كان راجل كبير طبعا حد كبير مش منجلنا انت صورتك موجودة وانت في البنزينة بس دي كتوردة ليل الصورة الثانية اللي هي كتوردة نهار هي دي الموقف يعني الاثنين موقف اللي ركزت معهم قوي اول موقف كان راجل كبير ما توقعتش اصلا انه هيتقبل الفكرة بتاعتي فكرة ان انا بشتغل في بنزينة نزل من العربية ووقف ونصر بنزينة وسقفلي وطلب من الناس اللي في البنزينة كلها ان هم يسقفوا لا والله ده راجل من السويس من سكان السويس راجل كبير يعني عدل خمسين ليكون كان بيعاكس لا 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 راجل محترم وقد ان شاكلي في البنزينة شايفة عامل اصلا لا موغري جدا لا والله في سؤلتها في البنزينة شاكت عاجزت خالص في البنزينة اخر واحد بقى ولد نزل الإزاز بكل تناكة وقالاطه وبيتكلم معه من طرف مناخيره وبيقول لي يعني ينفع يعني بنت اتموينلي رحت انا بقى مش هسكوت لا جايله بقى وقلت له يعني هو انا هموللك مياه ساعة وهو يموللك بنزين ما هموللك بنزين انا مش جابه من بيتنا بس فده كان الموقف اللي ركزت معه قوي الوردية بقى الليل دي كانت الشغلي فيها اكتر من الصبح وكان كتير جدا اكتر حاجة ركزت معه فيه كلام ممكن يتقر على طول زي الولد قالهولك او الرجل الكبير انما ساعات اللي عينين بتقول كلام ما بيتقالش بس بمقدر نشوفه انت بتشوفي ايه في عينين الناس استغراب استغراب والناس عايزة كلها تجي تسألني انت بتعملي كده ليه هل انت بتعملي ده شو كده منظرة ولا انت بجد عندك هدف حتى لما كان فيه حد مستغرب بيقول لي ازاي يعني تشتغلي البنزينة واحد من اللي وقفين معي بيقول له ثانية واحدة بتتكلم مع عربية عربية تقلص التموين وهتحسبك وهتلف تتكلم معيك لما لفيت اتكلمت معي وزنقته في حتة اللي هي انت طب انت ايه رأيك انزل اروح اشتغل لو انا مش متعلمة اشتغل شغل شغلانا تعبني شغلانا حرام اتجه للشغل مش حلال واستخبه من عيون الناس ولا انزل قدام الناس كلها واشتغل شغلانا حلال واكسب رزق حلال سداني مش هغطي عليك ايه رأيك قالي لان انت بتعميه ده صح وشكرا انت هزا تقولي ان الشغلانا اللي ما فيهاش اهدار لكرامة الست بالضبط ولا فيها تعريضها لمواقف سخيفة افضل كتير من هي تشتغل في الستر في حاجات محرمة او مخلة بشرفهم قبل ما اختم الفقرة دي يا مارو عايز سألك عن المعكسات تعمل ازاي؟ تصير قوي اه معكسات كتير طيب ولي بعكسك تعملوا ايه؟ فيه ناس برد عليهم بسكوتش وفيه ناس بسكوت مردش بتردي رم تردي بتقولي ايه؟ حسب الحاجة نفسها مهم ان انا فيه حاجات كده بتحرق الدم وجودي في الشارع زي وجوده بالضبط هو نازل يعمل حاجة جدية ونازل يجيب اكل عيشه زي ما بيقوله عشان الراجل ما يعيبوش اللي يجيبه وانا كمان نازل يجيب اكل عيشه ده مشيب انك تخرج مثلا تشتغل ببنزينة زي زي مثلا زي الولاد طمام انت بتشتغلي محترمة في لبسك محترمة في كلامك وبنت بتعاون يعني بطريقتها بتجبر اللي قدام ان هو هي او هو يحترمها حكاية مروة ممكن عند ناس تقابل بلا مباشرة من غير تفكير رفض وناس تقابلها برضو بقبول من غير تفكير اللي احنا طلبينه ان احنا نفكر والناقش اللي بتعمله مروة هذا يفيد ولا يضر اشتركوا في القناة